اللي بيحصل دلوقتي كله ضرب ضرب مفيش اي ضلع خالص وبالتالي لازم نقول مسائل فل على الناس الجدعة المخلصة اللي بتشتغل بضمير مسائل فل على الوحوش اللي عاملين رعب الكل الفاسدين ومرتشين في مصر دلوقتي مسائل فل على الرجالة اللي بتخلي كل مسؤول في مصر دلوقتي مش مظبوط بيبص حوالين نفسه قبل ما يفتح الدرج علشان يقبض ويضايح حقوق الناس وحقوق البلد بعد كل النشاط والمجهود اللي بتبزلوا هيئة الرقابة الإدارية في ملاحقة الفاسدين ومرتشين في أجهزة الدولة من حقنا دلوقتي نلعب شوية في كلمات الأغنية الشهيرة بتاعت قولوا للي أكل الحرام من حقنا دلوقتي نخلي الأغنية دي شعار هذه المرحلة وتبقى كلمتها كالآتي قولوا للي أكل الحرام يا خاف بكرة رجالة الرقابة الإدارية هيجبوه ولحنها زي ما تحب خلانا نكون منصفين أنه هيئة الرقابة الإدارية بكل فرض فيها بقوا من مسببات السعادة بالنسبة لمواطن المصري النهاردة والنهاردة على وجه الخصوص الرقابة الإدارية ضربت ضربة جديدة وأعلنت عن ضبط مستشار وزير المالية وهو متلبس بتقادي رشوة مليون جنيه كدفعة أولى من أصل إجمال الرشوة اللي هو 4 مليون جنيه من صاحب شركة مأولات مقابل إن هو يلعب في تقدير إيمة أرض سياحية ويضيع على الدولة 500 مليون جنيه يعني السيد مستشار وزير المالية اللي تعين وأقسم يمين علشان يحمي البلد دي بفلوسها وأموالها في الظرف الصعب ده كان عنده استعداد ياخد 4 مليون جنيه حرام علشان يضيع على البلد ونسها وهم محتاجين كل قرش وكل ماليم 500 مليون جنيه مرة واحدة عمرك شفت رخص أكتر من كده اللي حصل النهاردة من الرقابة الإدارية بيكمل سلسلة الحلقات الشجاعة اللي بتاخدها هي الرقابة الإدارية في مطاردة الفاسدين ويخلينا نفرح ليه خلينا نفرح؟ تعال نخدها بعض نقطة نقطة نمرأ واحد إن إحنا دلوقتي أي قضية متورد فيها بتمسكها الرقابة الإدارية بيكون متورد فيها موظفين ومسئولين كبار وده معناه حاجتين ملهمش تالت الحاجة الأولى إن رقابة الإدارية مستمرة في مكافحة الفساد ومش زي ما كان بيقول بعض الناس المتنطعين إن دي حركات لتحسين صورة الدولة وإن ده مش مكافحة فساد حقيقية وهو يا معلم كل يوم ويومين عند قضية كبيرة واستمرار كشف الفساد ده بيأكد إن فيه حرب حقيقية وإرادة عند الدولة لمكافحة الفساد في مصر الحاجة الثانية إن رقابة الإدارية وهي بتشتغل ضد الفساد بقى واضح جدا بالنسبة لك وبالنسبة لي وبالنسبة لكل المواطنين في مصر إن هي بتشتغل ضد الفساد دون أن تنظر لأسماء الفاسد ولا اسم المرتشي كان وزير بقى كان مستشار كان بيشتغل في الجهة قضائية هيتجاب هيتجاب وزير الزراعة مش بعيد عن الذكرى بتاعتنا تجاب من قلب وسط ملدان التحرير ثم بعد ذلك بتاع مجلس الدولة ثم بعد ذلك إحنا وصلين دلوقتي المستشار وزير المالية ومن قبله أم نتحدث باسم وزير الصحة الأمر الثاني في مسألة الرقابة الإدارية وليه بنفرح إن جهود الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة ومن خلال الأضايا اللي تم الكشف عنها هنكتشف إنك لو عملت خريطة كده للأضايا اللي مسكتها وكشفتها هيئة الرقابة الإدارية سواء فساد أو رشوة أو إهدار مالعام هنلاقي الأضايا منتشرة في كل محافظات مصر من الوادي الجديد حتى اسكندرية من محافظة صغيرة ومجلس محلي حتى وزارة كبيرة يعني كل شوية بنسمع إن رجال الرقابة الإدارية أبضوا على موظفين في الوادي الجديد موظفين في البحيرة موظفين في القاهرة في قلب العاصمة في اسكندرية وما بقاش فيه حد قادر يفرق مين بيتقبض عليه النهاردة مسؤول محلي جايز وزير جايز رشوة بتبقى خمس تلاف جنيه بيقع صاحبها برضو بيحصل رشوة 150 مليون جنيه برضو بيقع صاحبها ده معناه ودلالته إن في رغبة حقيقة في مكافحة الفساد والأهم إن ده بيخلق أجواء مرعبة لكل العاملين في جهاز الدولة إن فيش فاسد هيفلت من تحت إيد رجال الرقابة الإدارية حتى لو كانت الرشوة دي 500 جنيه يبقى نشتغل بضمير العمر التالت في موضوع الرقابة الإدارية إن الجهد اللي بيبزيله رجال هيئة الرقابة الإدارية الحقيقة بيتم في هدوء هدوء حقيقي ودون مزايدة ودون طنطنة ودون إدعاء بطولة وطنية رجالة شغالين في الضل دون إدعاء أو طلب لشهر بيخدموا البلد بمنطقة الإخلاص عشان كده كل قضية بتكشفها الرقابة الإدارية تستدعي إننا نفرح تستدعي إن إحنا نكون فخورين ومطمنين إن عندنا مؤسسة شغالة بالتنظيم والتفاني والتجرد والتكتم ده عموما شكرا لرجال الرقابة الإدارية استمروا لإن مصر كلها في ظهركم آسف أقصد المخلصين في مصر كلهم هيكونوا في ظهركم لحد ما نشوف تفاصيل هذه القضية ومين هو مستشار وزير المالية وانتبعه مع حضراتكم اشتركوا في القناة